يحكى أن جيشاً أراد أن يدخل مدينة فوقف عند أطرافها وأرسل عيونه تستقصي عن أخبارها فوجدوا شيخاً كبيراً يحتطب الحطبة يرافقه فتى صغير قالوا له أخبرنا عن بلدك وكم عدد جيشكم وكيف نستطيع دخولها وما هي منافذها فقال لهم سأخبركم لكن بشرط أن تقتلوا هذا الشاب قبل أن أقول لكم شيئاً لكي لا يكون شاهداً على ما سأقوله لكم فقالوا لكذلك فأخذ أحدهم السيف وقتله فسال الدم ليملأ الأرض والشيخ ينظر إلى الأرض فقال لهم أتدرون من هذا الذي جعلتكم تقتلونه قالوا أنت أعلم منا به فقال هذا ولدي وخشيت أن تقتلوني أمامه فتنزعون منهما تشاؤون من القول ففضلت أن يقتل على أن ينطق بحرف واحد يساعدكم في غزو بلدي تركه الجنود وهو يحتضن جثة ولده وعادوا أدراجهم وقصوا للملك القصة فقال الملك أعيدوا الجيش وانسحبوا من هناك فبلدة في سبيل حمايتها يضحي الآباء والأبناء لن نقوى على غزوها وإن غزوناها فلن ننتصر فما بالكم بمن ضحى بنفسه وماله وأولاده في سبيل رضى الذي خلق البلدة وأسكنها من أسكنها ورزق ساكنيها وأنعم عليهم ثم ابتلاهم ليرفع قدرهم بين العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون من أبرز الأحداث المؤلمة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحداث معركة أحد والتي أنزل الله فيها قرابة ستين آية كان فيها الدواء لقلوب المؤمنين بعد ذلك المصاب الجلل وكان فيها بيان حكمة الله في مثل هذه الأقدار المؤلمة فأحداث يوم أحد كانت شديدة الألم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت فيها الهموم والابتلاءات عليهم ولك أن تتخيل منظر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجندلا قتيلا وقد بقرت بطنه والأشد أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أصيب وسالت دماؤه وشج رأسه وكسرت رباعيته وكان أشد شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم هو إشاعة خبر موته ولكم أن تتخيلوا وقع ذلك عليهم أن يراق دم نبيهم خاصة بعد أن تسبب مجموعة منهم بذلك بسبب عصيانهم أمره إذن كيف واساهم الله بعد كل ذلك وعالج نفوسهم وإلى أي شيء وجههم أولا التفكر في سنن الله في الأمم السابقة وذلك في قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والمعنى أن ما جرى للصحابة ليس بخارج عن نظام الله المعتاد في الصراع بين الحق والباطل وذلك أنه لا يعجل بنصر المؤمنين وإنما يبتليهم ثم ينصرهم ولذلك قال لهم بعدها وتلك الأيام نداولها بين الناس والمعنى أن ما جرى عليكم يوم أحد هو داخل في سنة الله المتداولة ولكن العاقبة على المكذبين شديدة ثانيا التنبه للحكم التي يجعلها الله في هذه المصائب والآلام وقد بيّنها سبحانه بقوله في الآية نفسها وليعلم الذين آمنوا هذه حكمة التمييز بين الصادق والكاذب في إيمانه لأن التمييز لا يكون إلا بالشدائد ثم قال ويتخذ منكم شهداء هذه حكمة أخرى يبين الله فيها محبته بأن يستفي من عباده من يقتل في سبيله مقدما مرضاة الله على نفسه ثم قال وليمحص الله الذين آمنوا وهذه حكمة التصفية والتنقية للقلوب من الذنوب والتصورات الخاطئة والتي لا تتحقق بدون هذه الآلام الشديدة وهذا ما نلاحظه اليوم حيث نرى كثيراً من الناس نقوا فيما نحسب من الأدراني ومسالك الشهوات والذنوب إن شاء الله تعالى وتوجهت قلوبهم إلى الله ثم قال سبحانه ويمحق الكافرين أي أن هذا التسلط من أعداء الله على المؤمنين سبب في نزول عذاب الله عليهم لأنهم بغوا وأسرفوا وتكبروا وتجبروا فكلما ازدادوا طغياناً ازدادوا استحقاقاً للعذاب الدنيوي قبل الأخروي ثالثاً الاقتداء بأحوال المؤمنين السابقين الثابتين عند الشدائد وذلك في قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين فالله يقول لأصحاب نبيه هنا عليكم الاقتداء بالأنبياء وأصحابهم ممن كانوا قبلكم فأصيبوا كما أصبتم فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا رابعاً الأمر المباشر بعدم الانهزام النفسي وعدم الذل والحزن وذلك لمعنى الاعتزاز بأساس الإيمان والعقيدة قال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين خامساً الإيمان بالقدر وأنه لم يكن يغني عن وقوعه شيء وذلك في قوله سبحانه وتعالى محذراً المؤمنين من قول الكفار لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فهذا يؤدي إلى الحسرة كما قال سبحانه ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي بسبب ضعف إيمانهم بالقدر وظنهم أن تدبيرهم هو العاصم لهم ثم قال سبحانه والله يحيي ويميت وفي ذلك إرجاع لهم إلى حقيقة أن النفوس بيد الله وأنه هو الذي يقدر الأقدار سادساً توجيههم إلى إحسان الظن بالله وتحذيرهم من ظن الجاهلية وهو التشاؤم بأن هذا الدين سينتهي وأن المصائب هي القاضية وإنما وجههم إلى إحسان الظن أن الله ينصر دينه ويعني كلمته هذه من أبرز التوجيهات التي ذكرها الله في صورة آل عمران تعليقاً على أحداث يوم أحد والمتأمل في أحداث اليوم وما يتوقع من أحداث الغد المؤلمة ثم يتأمل ويتدبر توجيهات الوحي بفقه عميق يدرك مقدار الحاجة والاحتياج للاعتصام بوحي الله والاستهداء به والانطلاق من خلاله ففيه الدواء والهداية والبصيرة والنور والقوة والعزة والبركة دخل التتار بغداد عام 1258 فقتلوا ما يزيد على 800 ألف مسلم فطلب من المؤرخ ابن الأثير تدوين هذه الفترة وقد ظن ابن الأثير أنها نهاية العالم وأن هذه هي علامات الساعة وأن تأريخ هذه اللحظات لن يفيد فرفض وقال مقولته الشهيرة من الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بعدها بعامين هزم التتار في معركة عين جالوت على يد الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله قال الله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وارفعوا روحكم المعنوية فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين هل غيرت الأحداث الأخيرة فيك شيئا ونويت التغيير على الأقل إذا كنت مقيما على ذنب اتركه لله إذا كنت لا تصلي فقد آن الأوان إذا كنت هاجرا للقرآن فارجع إليه والزمه تنصر الأمة بصلاح أفرادها وتهزم بذنوبهم فيا عباد الله انصر أمتكم بصلاح أحوالكم ذنوبك هنا تؤخر النصر هناك احذر أن تؤتى الأمة من قبلك ولا تستهن بذنبك الصغير قم ناجي ربك واستغفر لذنبك وتب من كل عمل لا يرضيه إلزم ثغرك وفعل دورك فالأمة تحتاجك رغم اهترائك جملم جراحك واستر عوراتك واضبط بوصلة قلبك فقد آن الأوان اضبط النفس وتسلح بالعزيمة وهزم الشك باليقين واهمس لقلبك أنك لن تستكين ثم ترقب النصر ولو بعد حين اللهم انصر أهلنا وإخواننا في الأرض التي باركت حولها وثبت أقدامهم اللهم احرصهم بعينك التي لا تنام اللهم كلهم عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا اللهم اجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة والتمكين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك